اشتركوا في القناة واندمج بسرعة مع البنات وكذا اسوالف يعني انا مرة احب يعني اجتماعية مرة فاول مرحت المدرسة يعني من اول يوم وتعرفت على البنات الفصلي يعني موصرنا صديقات لا بس تعرفت عليهم وصرنا نسوالف في الفصل بس في الفصحة كل واحدة تمشي مع صديقتها وفي الفصل كان في بنت يعني هي اكثر واحدة كانت يسوالف معها وكذا اسمها سارة سارة كانت هذه يعني الكل اتمنى يكون صديقتها بالفصل يعني عندها شخصية قوية واجتماعية وكمان سوالف فهي كمان اندمجت معي بالسوالف بس بالفصحة ما تمشي معي ابدا يعني بالفصحة ولا كأنها تعرفني يعني انا احشان بالفصحة معني لسه قدي انتوي اول ايامة بالمدرسة فلسه ما تعرفت على بنات جدد ما تعرفت على طبيقات يعني بالدرجة انهم يتمشوا معي في الفصحة وزي كده فكنت امشي بالفصحة العالي وما احد يمشي معي وزي كده فهي كانت كل ما تشوفني بالفصحة ولا كأنها تعرفني حرفيا يعني تمر جنبي ولا كأنها تعرفني وبيفصل تسولف معي 40 ساعة وتقعد جنبي كأنها يعني كأن انا بيستات بس في الفصحة ولا كأنها تعرفني يعني هذا الشي اللي ما احبيت فيها معنا الايام انا ملقيت صديقة يعني تمشي معي في فصلي كلهم عندهم صديقات كلهم اثنين ثلاثة ذكرى يعني شلة من زمان فانا جديدة فاكيد ما راح ينضمون يعني ضموني في شلتهم فانا اه كنت قاعدة يوم من اليوم قاعدة الحالي إلا يجون شلة بنات بس هم الثالث متوسط انا الثاني متوسط هم الثالث فجاءوا عندي وقاعدوا معي وصاروا يسولفوا معي يعني شافوني الحالي فيمكن يعني حزنوا علي وجاءوا يسولفوا معي وانا كما صرت أسولف معاهم وعجبهم الوضع وصرنا صديقات يعني انا في الفصحة اروح عندهم وروح اتمشى معاهم طبعا هم مكونين من اربع بنات هم ما اقول لكم انهم مرة صديقات يعني يعني بالمعنى الاخير انهم بنات مكويسات يعني صديقات سوء بس انا اضطرت اني امشي معاهم لانه صراحة ما احب امشي الحالي كذا يحس موحد وما احب اني امشي الحالي في الفصحة فرحت صادقتهم لما اجدوا صديقات مرة مجواءهم مزجوي يعني ثوارفهم مرة اوبر ويعني مادري كيف بس مهم الناس اتمشى معاهم مع الايام شفت صارة تشوفني كذا يعني تتاكد انه من جد ان انا صادقت بنات ثالث لانه فيما لستني كذا انت صادقت بين ثالث يعني انت عندك شخصية ومدرش مدري اذا كيف تفكيرهم كان فهي كل يوم تشوفني انه انا صارت اتمشى معاهم وذي كذا فصارت اسألني في فصل منون تعرفت عليهم وذي كذا فقلت لها انه تعرفت عليهم عادي يعني اش فيها فمع الايام بالفسحة كل ما تشوفني امشى مع البنات تيجى عندنا وتيجى تثالف معانا طبعا البنات اللي الثالث ما عجبهم الوضع ولا عجبهم شخصية ثارة وكل ما يشوفوها معايا يهجوا واول ما تيجى ثارة تشوفني انا الحالي كمان تهج اذا شافتني مع بنات ثالث تيجى عندي بنات ثالث صاروا يضايقوا منها غلاص قالوا لها ايش تبغى هذا البنت منك ومن تصاديتيها وذي كذا قلت لهم انه هي فصلي فعشان ايش ما يحسبوا انه هي ما تعرفني وذي كذا المهم مع الايام انا والبنات ثالث هذول صار بيناتنا مشكلة كبيرة ما رحقول المشكلة بس انهم اتهموني بشي مر ذوي في هذاك اليوم فاحنا تهاوشنا وانا سحبت عليهم اتهموني بشي فانا صرت ابكي بالفصل لانهم صدقوهم البنات ومصدقوني والمديرة كمان فانا رحت الفصل قاعد ابكي لانه قاهروني مرة انه سوفين بالحركة فانهم صديقات سوء فهذا الشي مو غريب عليهم يفتروا على البنات فهم افتروا علي وانا صرت في الفصل رحت قاعد ابكي والبنات يقعد يهدوني ان لو انا ابكي والبنات يهدوني اسمع صوت ضحكات وقلب رأسي اللي علاجي صار قاعدة تضحك وتسالف مع صديقتها ولا كأنه في شيء ولا جالت قمان قاعدة لي معليش لا تبكين قهرتني وقتها مرة انا مهتم ميتلها ومع الايام كذا صرت اقراها مرة حتى انها سلام ما تتلم علي حتى في الفصل حتى سلام ما تتلم علي وداما كده تسوي حركات عشان تكهرني فانا ايه سويت روح تكلمت امي اني ابا انقل من المدرسة وامي رفضت قالت مستعيل لماذا هذا الدلع عشان بس كم بنت يعني هذا الساعة فامي امي مهتمت انه لماذا غير المدرسة لان ذاك الايام صعب انك تغير المدرسة فالمهم ان انا في المدرسة كان هناك معلمة مرة طيبة معي وماذا امي اعتبرها المعلمة تسمع كلامي وتسمعني وتسمع كلام مو هي بس يعني كل البنات مو بس انا فانا رحت قلت لها كل شيء بالسالفة فهي قالت لي اذا انتي امك مراضي تغيرك المدرسة واذا رأي اغير لك فصلك يعني نسوي تبادل بالفصول فانا قلت يعني ايه احسن على الاقل اغير فصلي ما اشوف وجهة كل يوم ففعلا المعلمة ووافقوا انهم ينقلوني للفصل ثاني وفعلا رحت نقلت للفصل ثاني وكان احسن قرار يعني استويته او المعلمة سوتها لي من هناك تعرفت على بنات وكانت عسل يعني صرت معهم مرحلة يعني اول يوم كلهم اصلا عارفين السالفة اللي صارت معاي وكلهم اصلا تصدقوني وقالوا ان احنا معك وما عليك من البنات هذول وما عليك من اي احد ازاع عليك كلهم صاروا مره طيبات يعني هم مره خمسة بنات ذاكذا كلهم وقفوا معاي ومن اول يوم يعني اصحبوني معاهم يحاولي اضحفوني يحاولي انهم خلوني اتعود عليهم فعلا ام لما اتعود عليهم وصرنا احنا شلة وفستات المرة الترمة الاول والترمة الثاني في النهايهات الترمة الثاني كذا كان الآخر المراجعات ليس بالنسبة للمدرسة يعني ايجي ليжي فعنه طديقات اتفقنا ان انا ونجي نكضيها ثوالي وننفلها اخر يوم يعني اخر يوم قبل الاختبارات المهم جينا وقعدين نحن قدام باب فصلنا ونسالف طبعا فصلي أنا القديم وفصل الجديد جم بعض يعني مو بعد يعني جم بعض يعني ثانية باء وثانية آلة فذي كذي احنا فصلنا فالمهم انحنا صديقات قاعدين واكفين بره ونسالف فذيكي مدرسة كانت شبه فاضي ما في اي احجة إلا ونشوف ثارة جاية من الدرج وماسكة صحا وجاية أنا هنا فهمت انه اكيد مسوية هي وصديقاتها يعني اكل وزي كده نسوين حفلة اكل فدخلت الفصل إلا وشوف الفصل فاضي لانه هنا مفتحت الباب انا شوفت الفصل فاضي ما في اي احد يعني هي جاية لحالها دخلت الفصل واتفاجأتي كمان وقعدت قلت ممكن اتأخره زي كده وقعدت ومعدين المعلمة دخلتني الفصل وقعدت الحصة الاولى والثانية والثالثة وجاوقت الفسحة اول ما فتحت الباب عشان نروح ننزل مع صديقاتي ننزل تحد إلا واشوف انه صار قاعد الحالة ولا اي احد معها في الفصل وقتا عرفت انه صديقاتها سحبوا عليها وانه يجات لحالها المهم هي شافتني وكده اتسمت انا استغرقت شبه تتسم لي بعد دخول اللي سوته فيني والحركات انا حسرت انه ما شبت ذي النازي كده انا ننشت ورحت مصديقاتي تحت وقعدنا انا صديقاتي وانسوالك ذلك الا فجأة اشوف سارة نازلة وتجي باتجاهنا واضح انه كان تبتش عندنا لانه ما في احد ستساحة غيرنا احنا وهي وكم بنت فهي واضح انه كانت تجي باتجاهنا فجأت عندي وسلمت علي قد هاي عويلة كيف حالي ايش اخبارك هاي بنات وصارت تسلم على البنات وقعدت محد عزمها البنات قلبي نوجههم لان البنات انا حكيت لهم كل شي عن ثارة كيف كانت هي وكيف صارت يعني صديقاتي كانوا عارفين هي ايش فاول ما شافوها يعني تسلقوا لها ما احبوا يحرجوها فقعدت معنا بدون احد يقول لها فكل البنات كانوا يصالفوا يضحكوا وسكتوا يعني استغربوا ايش هذا البجاحة تقعد معنا واحد مقل لها فقعدت تسالف معنا ومحد معبرها او كل مطنشها الا غدا تقوم احدا من صديقات يمسك من يدي ويقول يلا يلا قوم بنات خلاص نطلق فوق فهي قالت سارة ليش تول حفصها بدأت وقالت لا احنا طالعين فوق وسحبوا عليها وسحبنا عليها وروحنا انا حزنت عليها صراحة بعدين احنا فوق الفصل والمعلمة جمعتنا فصل صارة وفصلا لانه ما في احد غيرها حالها فجمعونا احنا الفصلين وهي قاعدت معنا احنا قاعدين كده مسوين جمعنا الطاولة ونسالف الا هي تجيد تضب معنا وتقعد تسالف معنا ووقت البنات ما قدروا يتحملوا فقالوا ايش انه عندنا احنا اختبار زي كده قاعدين نراجح ايه وعادي راجح معكم فما احد يثوي شيء محد صديقتي محبوا يجرح احد فا اخلوها على حالها بكيفها فطارت تسالف معنا او انها متسالف متسمع يعني وتحاول انها تضحك معي انا قلت لها انها اكتبت رجع صديقتي او شي مفهمت عليها المهم بسالفنا لان نهاية الحصة جاءت الصرفة وقاعدين في الساحة نفس الشي نستنى ابهاتنا ويجوا زي كده قاعدين وهي قاعدة معنا للحين تخيلوا قاعدين من سالف زي كده الا كل فصل البنات راحوا يعني جاءوا سياراتهم راحوا الا انا وصارة فانا حسبت انه اسالف مع سارة زي كده يعني هي اكد يعني رجعت زي اول فانا جيت اسالف معها تخيلوا استوت قاعدت خلاص يالله انا مصدع مرة راح هناك احطراصي وانا وراحت تسخيلوا انا ثالث معها كنت بفتح سالفة كنت اقولها تخيلوا كده بان اضلقت لي اه 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 راح هناك وامتوا وراحت هناك انا وقتها مرة 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 ظهرتني لدرجة مطبيعية يعني واضح مرة انها مصلحة وانتبغان عشان مصلحة مهم خلصنا احنا الاختبارات النهائية وزي كده وانا انا حينا بدعنا التيرمى الثالث وفي الأيام الأولى يعني رجعت أنها تطنشتني لأن صديقاتها رجعوا وخلاط وشتبي فيني فرجعت أنها تطنشتني وأنا عارفة أنه رح تيجي يوم وتعيد نفس الحركة فأنا أبغى أن تقم منها وأقهرها دي ما سوت فيني أنا حاولت أن أعطيها فرصة مرة ثانية وهي أحرجتني بتصرفه هذا مع أنه أنا قلت لصديقاتي أصلا وقت ما كانوا يبونوا ترضونها أنا قلت لهم وخلوها عادي يعني ما هيصور شي إذا قعدت معنا اليوم فهي طغل إنها أحد أعطاها وجه فهي لما سوت فيني كذا أنا قهرتني مرة وأبغى أتدلها الحركة فأنا صراحة الآن محتار أتدلها الحركة ولا أخليها يعني ما أدري أنت يقولوا لي إيش أتصرف معاها هذه البنت لأنه أنا الآن في ظهر ثاني في الترمة الثالث وفي باقي سنة كاملة لأحشوفها وأكيد رح تعيد نفس الحركات فما أدري أن إيش أتصرف تجاهها لأنه أنا صراحة للحين أحسها أنه أكون صديقتها هذا الحين أني أنا أبعطيها فرصة بس هي ما تستاهل بس أنا أبنع نفسي أني أعطيها فرصة وأبغى أن تقم منها بنفس الوقت فأنت تقولوا لي إيش تسوه لو أنت كنت في مكاني وبس كان هذا قصتي صراحة لو أنا كنت في مكانك ما رح أطنشها وإذا جاءت عندي مرة ثانية رح أفرضها هذا هو الانتقام التي تتوي إذا جاءت مرة ثانية لعندك اترضيها لا تعبريها ولا شيء اترضيها هذا هو الانتقام تستاهل لأنه هي واضحة أنها مرة مصلحة هذه البنت وعندك شلة الله يعني أعطاك بدل واحدة أعطاك شلة فأشتغي منها تضنشيها مع نفسها يعني أنت غيرت فصلك عشانها بسببها في النهاية تريد ترجع تصديقيها والله انتبه منها هذه واضحة أنها علاقة سامة يعني صداقة سامة ومدري ساموها وبس لو أعجبكم القصة لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتابعوني على الانستجرام وإذا عندكم أي قصة طويلة أرسلوها لي على الانستجرام وبس أحبكم باي اشتركوا في القناة